وعلى ضفة المقابلة من أولويات استعادة الثقة بالبرنامج الحكومي افتتح وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري 15 مدرسة جديدة في محافظة كاركوك وذكر بيان الوزارة أنه ضمن منهاج وزريا شامل أعضه الجبوري للوقوف على المستجدات التربوية دشن 15 مدرسة جديدة في قضاء الحويجة بينما تم تأهيل 160 أخرى في كاركوك تابع البيانة أن الجبوري تداول مع مديري أقسام تربية كاركوك جملة من القضايا والمواضيع الخاصة بالملاكات والأراضي المخصصة لتشهيد المدارس فطلا عن مناقشة التحديات التي تواجه العملية التربوية